في إطار التوجيهات الرئاسية لتفعيل مخرجات مؤتمر الأطراف كوب 27 والمتعلق بالمناخ والتزام مصر نحو تقديم الدعم إلى الأشقاء الأفارقة سلم وزير الزراعة والتصلاح الأراضي السيد القصير 23 متدربا من 18 دولة إفريقية والذين اكتازوا البرنامج التدريبي تحت عنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغزائي أكد وزير الزراعة أن هذا البرنامج التدريبي يأتي أهميته أنه جاء توافقا مع قمة المناخ كوب 27 لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة واجه العالم العديد من التحديات بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن قضية التغيرات المناخية